أهلا بكم يمتلك السودان بمساحته البالغة مليونا وثمانمائة وستة وثمانين ألف كيلو مترا مربعا فروات طبيعية هائلة لم تستغل على مدى ثلاثة وستين عاما منذ نيله الاستقلال فهو لديه مقاومات زراعية تعد الأكبر في المنطقة العربية بواقع مائة وخمسة وسبعين مليون فدان صالحة للزراعة إلى جانب مساحة حرجية تقدر بنحو اثنين وخمسين مليون فدان في الشق الحيواني يتحرك في السودان أكثر من مائة مليون رأس من الماشية في مراع طبيعية تقدر مساحتها بمائة وثمانية عشر مليون فدان فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد على أربعمائة مليار متر مكعب هناك الكثير من الموارد غير المستغلة في السودان التي تتمثل في الموارد الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية مثل الذهب فيما المستغل من الأراضي الزراعية يقدر بنحو 45% من نجمل المساحات المتاحة للزراعة بعد انفصال جنوب السودان بداية الأزمة الاقتصادية في بلاد بعد فقدانها نحو 75% من مواردها النفطية التي تمثل 80% من إرادات النقد الأجنبي و50% من إراداتها العامة ينام السودان على بحر من الذهب غير المستخرج في باطن الأرض حيث بلغ إنتاج البلاد منه في العام الماضي نحو 108 أطنان مثل التعدين الأهلي منه 80% وفق إحصائية حكومية أخيرا حرمت العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي كانت مفروضة على الخرطوم منذ العام 1997 المصارف السودانية استقبال أي تحويلات خارجية أو إرسالها وفرضت عقوبات على المخالفين ما أثر في قدة الراغبين في الاستثمار على استغلال الموارد الطبيعية